اشتركوا في القناة الخمسة وثلاثين راح تتميز بحدث عالمي للصيد في البحيرة مدة اربع ايام يبتدي معنا يوم الخميس القادم وينتهي يوم الاحد ولكن اصدقائنا ما ننسى ان حدثنا وهو حدث معرض المحافظة ما زال معنا حتى يوم الاثنين القادم ننتهي من عندها ولا تنسون اصدقائنا يوميا اتشاركون فيه حتى تحصلون على الجوائز القيمة والمهمة في هذا الحدث احداث الاسبوع الخمسة وثلاثين اللي راح تبتدي معنا من يوم الاثنين راح تبتدينا بحدث تدوير عجلة الحظ ادوات توسعة للاراضي اما يوم الثلاثة حدث طلبات الشاحنة فراح يكون هناك في قسائم ملونة وكلنا نستفيد الكثير من تجميع القسائم الملونة لتطوير مزارعنا يوم الاربعاء حدث طلبات القارب راح يكون فيها معززات لطلبات القارب وكلنا نعرف اهمية المعززات وتجميع المعززات في مزارعنا فنحاول نستفيد من هذا الحدث لطلبات القارب يوم الخميس حدث مضاعفة الاموال لزوار المزرعة وانتوا عارفين زوار المزرعة اللي يزورونا اثنين اثنين وعندهم طلبات خاصة فنستفيد مضاعفة الاموال يوم الجمعة حدث تسريع انتاجية الات الصيد 20% وكذلك حدث اخر راح يكون عندنا في الفارنباس ونستغل ضعف نقاط الفارنباس اما يوم السبت فحدث طلبات زوار البلدة ادوات توسعة الاراضي ويوم الاحد حدث انتاج اسرع لانتاج ثلاثة اعلاف عشوائية في كل مزرعة تختلف عن المزرعة الثاني هذه بخصوص الاحداث اللي راح تجينا في الاسبوع الخمسة وثلاثين القادم ولكن ابرز هذه الاحداث راح يكون عندنا اصدقائنا الكرام هو الحدث العالمي للصيد الحدث العالمي للصيد راح يطلب من عندنا اعداد من اليوم بانه انجهز الكثير من انتاج الطعوم نحتاج فقط الى الطعوم العادية للمشاركة في هذا الحدث واذا كنت تبي تفتح اكثر انجازات فبامكانك تنتج كذلك طعوم ملونة لفتح الكثير من انجازات الخاصة بالبحيرة بمزرعتك باستياد اسماك معينة لان الطعوم العادية هي استياد اسماك عادية اما الطعوم الملونة فهي لاستياد اسماك مميزة وراح نقدر نشوف هذا معاكم الان في كتاب انجازات الصيد الطعوم العادية عادة لها انجاز خاص باسماك عادية ونشوف هناك الطعوم الملونة اللي هي السنارات لها انجازات خاصة في كتاب الانجازات وتقدرون تحصلون على هناك اربعة مستويات للصيد باي نوع من انواع هذه السنارات او الطعوم اللي هو البرونزي والفضي والذهبي والبلاتيني ولكل انجاز من هذه الانجازات تحصلون على مجوهرات معينة فراح نشوف الكتاب الخاص بمزارعنا او بحيراتنا دايما يتغير ويتبدل مع الايام ما راح يكون في يوم وليلة تتغير الانجازات عندك لانك تحتاج لها وقت طويل لانتاج الكثير من الطعوم والطعوم مثل من تعارفينها تكون عادة انتاجيتها بطيئة نتمنى الجميع راح يتوفقون بالحدث العالمي للصيد ولا ننسى المزارع الكبيرة هي الاوفر حظا بانها راح تساهم مساهمة كبيرة لبلوغ الرقم العالمي اللي راح يتم طلبه لانه مفتوح عندهم الكثير من الاماكن في البحيرة المزارع الصغيرة كذلك راح تستفيد شاركوا حتى تحصلون على الجائزة في نهاية هذا الحدث ويكون لكم اسم متواجد في المشاركة لننسى اصدقائنا هناك كذلك في معزز مهم لمضاعفة اوزان الاسماك اذا كان موجود عندكم تقدرون اتفعلونا في بداية الحدث هناك كذلك في مستويات لهذا المعزز اللي راح يعطينا الزيادة في الوزن والساعات فهناك في نجمة نجمتين ثلاث اربع خمس الى خمس نجمات وكلها مختلفة عن بعضها بعض ولكن كلها راح تساعدنا في اصطيات اوزان اكثر في البحيرة هذا بخصوص الحدث العالمي للصيد اللي راح يبتدي معنا يوم الخمس القادم وينتي معنا يوم الاحد بخصوص كذلك الاخبار القادمة ديربينا القادم راح يكون ديربي ارانب القوة وديربي ارانب القوة هو ديربي شوية بيكون فيه صعوبة لطول الفترة اللي راح انقضيها لان عدد المهام راح يكون مضاعف يعني مثلا مهام اللي انت موجود عندك في الحي تسع مهام راح تكون 18 مهمة النقاط راح تكون 320 نقطة لا تاخذون اقل من هذا ولكن مستوى المهام راح يكون اقل خمسين في المية هذا بخصوص الايام القادمة والاحداث القادمة اللي راح نمر فيها لا ننسى اصدقائنا نخلص حدثنا الان اللي موجود والمطلوب علينا حدث معرض المحافظة حتى نكمل الى يوم الاثنين ونستفيد الجوائز الكثيرة من هذا الحدث وكذلك نتزود من انتاج الطعوم لاستقبال الحدث القادم ونوضب مزارعنا وبحيراتنا في حدث قادم عالمين منا لكم التوفيق اصدقائنا لكن قبل ما تطلعون لا تنسون ضغط على اللايك وكذلك التعليقات والاشتراك اذا كنتم غير مشتركين ترككم في رعاية الله ومع السلام